وعندي خمس حاجات قبل كده اتكلمنا عنه بيساعدوا الانسان عشان يخرج اجمل ما فيه ويزيح اسوأ ما فيه ان الحسنات يزيبنا السيئات خمس حاجات خمسة جيم خمسة جيم الجيم الاولانية الجدوى لما تيجي تعمل اي حاجة ما تعملش حاجة غير وليها جدوى اهمية وليها ثمرة وليها غاية وليها هدف اذا تعودت تعمل الحاجة وهي ليها غاية وليها هدف يبقى انت في حالة مرضية مش هتكون في ورطة حاجة تانية ما تعملش حاجة غير وانت جاد فيها الجدية يبقى اول حاجة كانت الجدوى تاني حاجة الجدية لازم لما تيجي تعمل حاجة عملها بجدية ما تعملهاش وانت متهاون ولا انت كسول ولا انت وفي حالة نوع من انواع فقد الهمة لكن اعملها بجدية حاجة التالتة ما تعملش حاجة الا بجدارة تكون عندك جدارة يعني ايه جدارة؟ يعني انت عندك مهارة وقدرة ان انت تعملها لان قيمة المرء بما يحسنه قيمة المرء بما ايه؟ بما يحسنه رابع حاجة ما تعملش حاجة الا ايه جدارة متى متى رأيت مضامين الاشياء يعني الاشياء اللي فيه داخل اي حاجة اللي بتضمنها البقاء انت كده عارف ايه اللي بتحمله هذه الاشياء لتضمن بقاءها اخر حاجة الجمال ان الحاجة اللي بتعملها لازم يكون فيها جمال لان ان الله كتب الاحسان على كل شيء يبقى الخمسة جيم دول اول حاجة الجدوة تاني حاجة الجدية تالت حاجة الجدارة رابع حاجة الجودة خامس حاجة الجمال الخمسة دول خمس معايير دول والخمس حاجات دي انت لو عملتهم هيخرجوا احسن ما فيك وساعتها مش هتحتاج للكتب عشان تعمل سمعة لان ساعتها هتكون انسان صادق وكرمتك مصونة